محمد الرياني فضل الشيخ الرأي المعتمد عند المشائخ المشارقة في وصية الأقرب و كذلك المغاربة و هل تقسم على الذكور و الإناث أم على الذكور فقط وصية الأقربين عندنا واجبة و يقصد بهم الأقربون الذين لا يرثون أغنياء كانوا أو فقراء كبارا كانوا أو صغارا رجالا أو نساء و كلمة الأقربين تشمل من الأقارب أربع فئات حتى نجيب على كثير من الأسئلة التي يمكن أن يطرحها الناس درجة البنوة و يقصد بهم الأحفاد و إن نزلوا ذكورا و إناثا درجة الأبوة و يقصد بهم الأجداد و إن علوا و الجدات ذكورا و إناثا درجة الأخوة و الإخوة و الأخوات و ذريتهم و إن نزلت الدرجة الرابعة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و إن نزلوا هذه الدرجات الأربع هذه الفئات الأربع التي تشتمل التي يصدق عليها وصف الأقربين التوزيع على هذه الفئات تقدم أنه يشمل الذكور و الإناث بالسوية لكن هل كل درجة تُعطى ضعف الدرجة الأنزل منها؟ هذا قول موجود لكن القول الذي عليه الفتوى أنهم يُعطون بالسوية جميعا كل هذه الفئات و كل الدرجات داخل كل فئة تُعطى على السوية و يمكن أن يُقتصر في التنفيذ إن لم يكن في وصية الأقربين سعة يمكن أن يُقتصر على الدرجات الأقرب إلى الميت و أيضا تلخيصا يعني تنبيه واحد طالما أننا قلنا أنها توزع بينهم على كل هذه الفئات من وجد منهم و بالسوية ذكورا و إناثا فإنها توزع على أقل ما يُنتفع منه قد يعني لا تتسع لكل هؤلاء بمبالغ تغنيهم أو تكفيهم لكن يمكن أن يكون التقسيم على رؤوسهم بأقل ما يمكن أن يُنتفع به من المال الذي أوصى به على سبيل المثال يمكن أن يقال في بعض البلدان نصف ريال أو ريال واحد لأنه مقدار يمكن أن يُنتفع منه واضح فإن كان أقل من ذلك لا يمكن أن يُنتفع منه فتكون رؤوس الذين يوزع عليهم بحسب الحد الأدنى من المال الذي يمكن الانتفاع به والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر